السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا وسهل فيكم أصدقائي بفيديو جديد ومهم جدا اليوم نحكي عن التقاعد بالسويد وبتحديد الأشخاص اللي بيحبوا انه انتقلوا خارج السويد بعد حصولهم على التقاعد وشو مصير الراتب التقاعدة أثناء تواجدهم خارج السويد طبعا بحسب القوانين السويدي ومثل ما شايفين موقع مصلحة التقاعد السويدي وهون نسخة عن القوانين والمعلومات باللغة العربية ان شاء الله رحط لكم الرابط بأسفل هذا الفيديو اذا كنت عملت في السويد فلديك الحق في الحصول على معاش التقاعد حتى ولو كنت مقيما خارج السويد طبعا فيه شرط أساسي انه الشخص لازم يبعث شهادة اثبات حياة مرة كل سنة لمصلحة التقاعد بالسويد حتى يثبت انه هو ما زال على يقيد له الحياة وبالتالي يتم صرف معاش التقاعد الخاص فيه وبالتالي طالما انت هذا المعاش التقاعدة هو قائم على أساس الدخل يعني بناء على عقود العمل اللي انت كنت تشتغل فيها خلال حياتك بالسويد فانت من حقك تحصل على هذا المعاش بغض نظر على المكان اللي انت مقيم فيه بالمقابل في شيء اسمه معاش الضمان التقاعدة وهذا بيشمل فقط الأشخاص اللي مثلا ما اشتغلوا أبدا بالسويد أو كانت حياتهم العملية بالسويد قليل يعني ممكن اشتغل سنة أو سنتين فقط وهذه الفئة هني اللي بنصرف لهم معاش معين من عمر 65 فما فوقي قبل 65 سنة بيكون مثلا هني على السوسيال أو بيكون المعاش التقاعدة قليل جدا أما بالنسبة للأشخاص اللي بيحصلوا على معاش تقاعدة للشخص الزوج مثلا المتقاعد أو المتوفي في راتب كمان لهيك حالات فبيشترط أنه الشخص المتوفي يكون أقام بالسويد لمدة ثلاث سنوات وأيضا الشخص اللي رح يحصل على هذا المعاش يكون منتقل فقط إلى بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي أو السوق الأوروبي المشتركي وسويسرا يعني في بعض الحالات لما بيكون مثلا زوجين أو هني متقاعدين أو أحدهما تقاعد ولكن توفي فبيحق للزوج أو للعائلة أنه تحصل على راتب هذا الشخص المتوفي لفترة من الزمن وبهيك حالي إذا الشخص الزلعالي مثلا أو الأشخاص دول اللي بيحصلوا على راتب الشخص المتوفي انتقلوا إلى أحد بلدان الاتحاد الأوروبي فبيحق لهم يحصلوا على هذا الراتب لفترة معينة بالنسبة لعلاوة السكر ودعم إعالة المسنين في حالة انتقال إلى خارج السويد فإذا كان الشخص انتقل إلى أحد دول الاتحاد الأوروبي أو السوق الأوروبي المشتركي أو السويسرا ولكن عنده سكن بالسويد وبيدفع تكاليف هذا السكن فبيمكانه الحصول على هاي المساعدة لمدة أقصاها سنة بعد مرور سنة لا يعتبر شخص مقيما في السويد أما في حال انتقال إلى بلد خارج دول الاتحاد الأوروبي فبيمكانه يحصل على علاوة السكن لمدة أقصاها ستة أشهر في حال قام الشخص بنقل عنوانه إلى خارج السويد رسميا فتوقف مساعدة السكن أو علاوة السكن اعتبارا من الشهر التالي للانتقال طبعا في حال الشخص انتقل إلى خارج السويد بطبيعة الحال فهو لازم يبلغ مصلحة التقاعد بالانتقال وحتى إذا غير عنوانه يعني مثلا هو انتقل إلى بلد آخر وبعد فترة بنفس البلد غير عنوانه أو انتقل إلى بلد ثالث فكمان لازم يبلغ مصلحة التقاعد وكمان يبعث شهادة تلبات الحياة كل سنة مرة مثل ما ذكرنا ببداية الفيديو وأي معلومات ورقية حابب الشخص انه يبعثها فلازم تكون برسالة موقعة ويبعثها لهذا العنوان الموجود أمامكم على الشاشة اللي هو بنخونس مندجهيتن سي شحطة 83977 أسترشوند سويدين أما بالنسبة للضرائب فكمان المعاشات التقاعدية هي خاضعة على الضرائب وبالتالي بتم خصم جزء منها كضريبة بيدفعها الشخص لصالح مصلحة الضرائب السويدية طبعا بالنسبة للأشخاص اللي متقاعدين ومقيمين بدول خارج السويد فالسويد عندها اتفاقيات مع كتير من الدول بحيث انه ما يصير فيه ازدواجية بيدفع الضرائب ما يضطر الشخص انه يدفع ضريبة بالبلد اللي هو مقيم فيه وكذلك بالسويد ومتل ما شايفي اندابكم كمان فيه معلومات عن شهادة اثبات الحياة وكيف الواحد انه يقدمها اما بالنسبة لموضوع صرف المعاش التقاعدة فبإمكانه شخص صاحب العلاقة انه يحدد اي حساب مصرفي حابب انه الراتب ينزل فيه سواء حساب السويدة او اذا عنده حساب مصرفي في بلد اخر طبعا في بعض الحالات الحسابات الاجنبية ممكن ياخد عدة ايام بنكية او مصرفية حتى ينزل الراتب فيه عادة لانه القرار الراتب ينزل في 18 او 19 من كل شهر واذا عندكم اي اسئلة متعلقة بالاقامة في خارج السويد بالنسبة لاشخاص المتقع عديمي امكانكم الاتصال على الرقم الموجود على الشاشة وكذلك مراسلت البريد الكتروني الموجود اسفل الرقم وهيك نحنا بنوصل لختام هذا الفيديو انشارة تكونوا استفدتم من هاي المعلومات برجع بذكركم رح حط انا رابط هاي المعلومات باسفل هذا الفيديو في كتير من المعلومات المتاحة باللغة العربية امكانكم الاطلاع عليها ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والاعجاب بهذا الفيديو حتى يوصل لاكبر عدد ممكن شكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته